بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بمهداء يوم السبت يوم أصحاب السعادة يوم بنفتح فيه أبواب للسعادة للمقبلين على الزواج وكمان للمتزوجين اللي عايزين نطوروا حياتهم وحياتهم تبقى أكثر نعمة وأكثر ذوكة لحلاوة نعم الله سبحانه وتعالى بالمواد والرحمة في جزواج النهاردة نتكلم عن مهارة في الحقيقة هي ليست مهارة زواجية فقط وإن كانت هي مهارة زواجية باقتدار وبامتياز ولكنها مهارة حياتية احنا عارفين قوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة لما نيجي نستبصر في حياتنا كده ونبص في حياتنا هنلاقي حاجة مهمة جدا جدا هنلاقي فيه ناس عايشين جوه الحياة وعايشين كل الحياة وناس عايشين على هامش الحياة فيه ناس عايشين علاقتهم بشكل صحيح وبشكل كفء وفعال وفيه ناس بيمر عليهم اليوم والاتنين ما يحسوش أنهم أزواج إيه الفرق ما بين الاتنين؟ إيه الفرق ما بين واحد حاسس كل يوم أنه هو الصبح بيحس بنعمة الجواز بيحس أنه هو يستطيع أنه هو يحيا حياة مليئة بالأنس مليئة بالمودة مليئة بالرحمة في كل التفاصيل اللي بيعيشها وشخص تاني ما عندوش ده شخص بيحس أنه هو يا أنا خلاص بقى عندي استقلال في حياتي أنا قادر أساعد حد على أنه يبقى سعيد الله أكبر أنا بقيت رجل حاسس برجلتي لإني أنا مخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتي أن الحمد لله قادر أرعى حد وأحسسه بالأمان فأحس بأننا عندي معنى من معاني الرجولة الغائب عند كثير من الناس وهي تحس أن هي عندها حد تستطيع أن هي تقول أنها بتعبد ربنا سبحانه وتعالى في أن الشخص ده يبقى سعيد وحاسس أن حياته بالجواز بقى فيها قيمة إضافية لا ده إحنا كمان في حد ممكن ياخد بحسي لا ده أنا كمان حاسس بتفاصيل أن في حد مشتق لي وأنا مشتق له أنا حاسس أن البيت بيكلمني أنا حاسس أن البيت كله كله يقني فيه بيخليني حاسس بأن أنا ابتدت حياتي من جديد هو ده اسمه إيه؟ المهارة دي اسمها إيه؟ أي دي مهارة ولا إحساس؟ الحقيقة هي مهارة بتجلب لنا إحساس السعادة المهارة دي احنا بنفتقدها في حاجات كتيرة مهارة دي بنفتقدها في كل حاجة بنفتقدها حتى في الصلاة الواحد يدخل الصلاة ويخرج منها كأنه ما صلاش بنفتقدها حتى في فعل الصدقات بنحسش بيها هذه كلمة ما نحسش بيها دي وده أثر عدم وجودة هذه المهارة المهارة دي اسمها مهارة الحضور الزواجي إن الراجل يبقى حاضر في حياة زوجته وإن الزوجة تبقى حاضرة في حياة زوجها وهم الاتنين حاضرين مع بعض في حالة اسمها الحالة الزواجية إزاي الكلام ده؟ بتجد رجالة كتيرة تجدوا كل الحاجة اللي بيعملها تصيب قلب مراته فتصيبه بإيه؟ بالفرح يجي يتكلم الكلمة تقول له الله اتكلم هي تيجي تعمل التصرف يقول لها ربنا يخليك ليه؟ أنت خليتي حياة تغيرت إيه الفرق ما بين إيه اللي بيخلي الناس بتوصل لده؟ الحضور هو ده الفرق ما بين واحد بيروح الشغل وما يعرفش هو راح إزاي والفرق إن واحد طول ما هو ماشي بيتأمل وشايف أشياء كتيرة من نعم ربنا بتحصل له وده الفرق ما بين إنسان وإنسان ده الفرق ما بين شخص عايش حياته كاملة يعني أنت وحضراتكم قاعدين بتسمعوني إيه الفرق إن فيه واحد بيسمعني وهو معايا في كل كلمة أنا بقولها وحد بيسمعني دلوقتي وهو حاسس إنه هو الضغوط متركمة عليه والضغوط واخداه مني والضغوط مش بيخليها يقادر يحس بالله أنا بقوله إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الحضور الحضور يا سادة هو اللي بيخلينا نعيش حياتنا حياة كاملة وعدم الحضور هو اللي بيناقص من حياتنا فيه ناس كتيرة بيبقوا عاديين مع زوجاتكم وما تحسش بوجودهم وناس كتيرة مجرد دخوله مش عشان هو عنده كارزمة بس عشان هو عنده حضور هنلاقي شيء عجيب حاصل وهو إن الإنسان الحاضر إيه اللي حاصل؟ بيشوف حياته كلها مليانة بالجمال مليانة بالتفاصيل الحضور يا سيدي إن أنا أشوف اللبس أحس باللبس وبيخليني جميل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من كان له شعر فليكرمه فلإيه يا رسول الله؟ يكرمه يعني إيه؟ يعني أنا بتعامل مع شعري أتعامل معه كأنه إنسان يعني جزء مني فأنا بكرمه فأحس بإن أنا كريم أنا بلبس اللبس أحس إن أنا مستور أنا وبتكلم الكلمة أحس إن أنا ملهم أنا وبتصرف التصرف أحس إن أنا محفوظ مش خايف كل ده مش هيحصل ما بين الأزواج غير لما يكون عندهم مهارة الحضور مهارة الحضور في حاجات كتيرة بتكون بينا في جسمنا أقول لكم مهارة الحضور اللي خلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة مهمة جدا مهارة الحضور هي اللي خلت رسول الله بي أبي وأمي يكونوا في مهنة أهله حاضر في البيت حضرة النبي فحضر في البيت فلما حضر في البيت ما حضرش في البيت على انه نبي بيابي هو أمه صلى الله عليه وسلم وهو النبي في كل احواله انا من الناس اللي بيعرفوا ان رسول الله وهو زوج وهو زوج نبي فهو زوج يرسل رسالة النبوه عبر الزوجية لكن حضرة النبي حاضر في البيت كزوج فإن اللي حاصل فهو في مهنة اهله يعمل ايه يعني انا متخيل ان رسول الله حاضر بكل قلبه وهو بيرفق ثوبه هو بيرفي ثوبه هو حاضر حاسس بالتفاصيل اللي في إيديه وكأن الثوب هيتنور بنور الحب فينتقل الثوب لما تشوفه السيدة عائشة تشوف الثوب كده ينتقل لها الحب لما إنسان يكون حاضر بتنتقل المشاعر عبر الأشياء الحضور وكتير بيبقى الناس عندهم الاحتياج لمهارة الحضور دي وبيحسوا إنهم مش عارفين يوصلوا لها هو مش عارف يبقى حاضر مع شرك حياته عايز يقول له حاجات كتيرة مش كده عايز يقول له حاجات كتيرة ومش عارف هو حاسس إنه هو مش حاضر وعشان كده بيجي قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل في حضور تحضر المودة والرحمة وعشان كده عبادة الحضور دي في الزواج ومهارة الحضور في الزواج دي أنا بسميها المهارة المظلومة والعبادة المظلومة العبادة المنسية والمهارة المظلومة مهارة مظلومة إحنا ما بنعملهاش من مثلا الحضور صلى الله عليه وسلم حضور رسول الله سأم كان رسول الله يحضر مع السيدة عائشة حتى ولو كان لا يتكلم فشوف السيدة عائشة إلا حاصل تقول حتى رسول الله يقول كده لا تكلموني عن عائشة فإنه لا يأتين الوحي إلا وأنا في حجرها يعني أنا ونام حاطة رأسي في حجرها إيه دا؟ دا حضور السيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري دا حضور التلامس دا نوع من أنواع الحضور لكن إن الناس يكونوا موجودين محدش حاسس بالتاني فمثلا من مهارة الحضور إن أنت لما تيجي تكلم زوجتك أو شركة حياتك وزوجتك ولما تيجي تكلمي زوجك تبصوا في عينين بعض دا حضور مش إن انت مشتت ولما تيجي تكلمك تقول لها أنا سمعك آه انت سمعها آه انت سمع ترددات صوتها بس انت في الحقيقة مش حاضر معاه وهي كمان مش حاضرة معاك هي لما بتلاقيك مش بصص لها بتضطر تفكر أشياء كتيرة جدا هو مشغول بغيري آه هي بتتت تشتت هي كمان خرجنا ولزاك الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا يعني لازم وانت بتتكلم مع الناس توصلهم الجمال فالحضور إن انت تكون متصل بالناس دي مش مهارة اتصالية بس دي مهارة حياتية فيه كلام كتير جدا 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 ممكن يوصل والزوج مش مخلي زوجته تمشي وراها لكن ماشي جنبه أو هو ماشي وراها لما تكون هي محتاجة إن هي تكون تحس إن هي حد في ظهرها كل المعاني دي ممكن توصل لشريك حياتك لو انت عندك حضور يبقى من أول الحاجات اللي بتحسسنا بالحضور الأشياء الجسدية إن انت لما تكون مع شريك حياتك تسيب اللي في إيديك سيبوا اللي في إيديكم عشان تكونوا حاضرين وبصوا في عينين وبصوا في عينين زوجتكم وبصوا في عينين أزوجكم عشان تكونوا حاضرين أنا عارف إن كتير منكم مش عايزين يعملوا كده لإن شايفين ده تقيل عليهم قوي لإن انت حاسس إن وجودك في المكان ده وتواصلك ده تقيل عليك تقيل عليك ليه إما لإنك انت مش لاقي كلام أو إنك انت مش حاسس إن الكلام ليه فايدة لا لما عتكون حاضر عتلاقي كلام لما يكون حد بيحب حد الكلام بيجي لوحده لما حد يكون عايز يبقى مع حد بيحس إن الدنيا بتتفتح له والأبواب بتتفتح له والكلام بيجي على لسانه وعلى فكرة الحضور زي بقية المهارات زي بقية المهارات بنتعلمها وبنحاول وبنغلط وبنتعلمها لغاية ما يبقى عندي مهارة الحضور من مهارة الحضور مثلا إن أنا لما أتكلم مع شريكة حياتي مع زوجتي أتكلم وأنا قريب منها ما يبقاش أنا بعيد عنها لأن ده أنواع من أنواع الحضور مش حضور جسدي بس إن أنا لما أتكلم إن أنا أمدي إيدي ولمس إيديها عشان تحس بقد إيه أنا بحاول بقدر الإمكان أطمنها الحياة الصغيرة دي اللي إحنا شايفينها صغيرة هي مصغيرة بس هي محتاجة إن إحنا نركز شوية ولذلك أول الحضور إن أنا أعرف إن فيه حاجة أسمع الحضور إحنا ثلاثة إربع لأوقات الناس بتبقى في بيوتها وهي غيبة مش موجودة في البيت بره البيت أنا أسألكم وإحنا بديتكلمه هو بكل صراحة كم واحد بيبقى في بيته سواء اللي قاعدة في البيت طول النهار قاعدة في البيت طول النهار وحاسة بخنقة فهي موجودة في خنقتها مش موجودة في بيتها هي موجودة في مكان تاني موجودة في أربع حيطان فهي مسميها حيطان مش سميها بيت مش سميها سكن والذيك مش هتنتقل إلى السكينة مش هتبقى هادية مش هتبقى مستقرة هو كمان بييجي عشان في الأخ خالص خايف أنه ينتقل من هم الشغل إلى هم البيت فبيهرب بيهرب لإيه؟ بيهرب ويتفرج على المطش عشان يروح يسيب البيت ويكون في المطش بس هو مش حاضر في البيت الحضور يخليك وإنت قاعد في البيت بتشوف البيت فيه معاني كتير أول معنى بتشوفه في البيت أن البيت مش حيطان فأول حاجة بتحسها المكان ده مش حيطان وإلا لو كانت حيطان أنت دفعت كل الفلوس اللي أنت دفعتها ليه المكان دوت مكان بتنزل فيه رحمة ربنا كل واحد فينا عارف أن البيت ده يا ما نزلت فيه رحمة ربنا المكان ده يا ما نزل فيه ود ربنا يا ما نزل فيه ستر ربنا فلازم نحس أن البيت ده ده مش حيطان ده محل النظر الله وأنا لو مشعرتش أن البيت ده محل نظر الله ومحل مدد الله أنا مش هقدر أكون حاضر في هذا البيت أنا رايح للبيت وأنا عندي وعد من ربنا أن ده وجعل بينكم موادة ورحمة أن ده محل المواد ده والرحمة طب أعيشه إزاي ده أول ما عيشه أدخل البيت باستبشار أول مهارة للحضور أن أستبشر أن أدخل البيت مستبشرا ولما هي تكلمني بالتلفون أستبشر أحد مهارات بقى أحد الأشياء اللي بتوقف أمام مهارة الحضور هو المخاوف أن هي لما ترن عليها التلفون أقول خير الله وما جعله خير هو الكلام شكله أن أنا بطلب الخير بس أنا استدعت على طول أن فيه مشكلة ومصيبة فهيحصل إيه بقى هيحصل أن أنا في الحقيقة ما كونش حاضر أبقى كل اللي بعمله بهرب لكن لما أكون حاضر لما هي تكلمني وتقول لي ده حصل كذا وكذا وكذا أقول لها أطمئني يا حبيبتي هنعمل كذا وكذا وكذا فتحس بإيه تحس بنفس الشعور اللي كان بتحس بيه السيدة عائشة أن إيه أن عندها سند لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما يشوفها يذهب إلى البيت فما يجدش طعام فيقول إني صائم فهي تحس بإيه ده إيه الرجل الطيب الكريم ده فهي لما تحس أن هي خايفة وتحس أن أنت بتطمنها تحس أن أنت حاضر معاه ولو كنت في شغلك ولو كنت في أي مكان فالحضور أن أنت تسأل نفسك اللي قدامك محتاج لإيه ودي من أهم الأشياء اللي أنت ممكن تكون حاضر بيها معاه وتبقى حاسس أن أنت قادر أن أنت تعمل ده الحضور كمان أن أنت في الحقيقة ما تسيبش حياتك مرتع لمين؟ مرتع للمخاوف والقلق والضيق والحرض اعرف أن الحضور أني أنت بتحضر في كل مكان بتوبو أنا وفي الاستوديو هنا أنا حاضر معاكم غير لما بكون في الشارع أنا هنا حاسس أن أنتوا بتسمعوني وأنا بكلمكم فأنا بتكلم مع أحبابي مع أصحابي بنتكلم فيه اللي إحنا بنحبه فلازم أستشعر أن أنتوا موجودين وراء الكاميرا اللي قدامي دي لو ما استشعرتش ده أنا أتكلم كلام جاف وجامد ولا لي معنى وأنا لو ما استشعرتش أني قلب مراتي مشتاء أنه يسمع كلمة حلوة أنا مش عارف أطلع على الكلمة الحلوة فلما أطلع على الكلمة الحلوة لا يعنيها مش مصدقة لازم أأكد المعنى ده وأقول لها أن الكلام ده حاصل وإزاك رسول الله يسألوه من أحب الناس إليك يقول عائشة بالله عليكم لما تسمع السيدة عائشة أنه أحب الناس ده رسول الله إيه لا يحصل هتحس أنه حاضر معاه صلى الله عليه وسلم حضرة في قلبه أنا أقول لكم حاجة حتى لما سألت السيدة عائشة وكان بتتكلم على السيدة خديجة فلما لقيتها حاضرة في قلبه عرفت أن الرسول الله من أهل الحضور هيبقى هي حاضرة في قلبه وهو حاضر في قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضر مع أهل بيته في كل شيء ولذلك هو علمنا الحضور علمنا اللهم لما يتكلمه يسمعنا فحاضر مع السيدة عائشة وهي قعدة تحكي عن قصة 11 امرأة وفي الوقت المناسب شوف الحضور والتركيز وفي الوقت المناسب قال كلمته قال لها كنت لكي فأفضل نموذج منهم اللي هو نموذج أم زرع وأبي زرع كنت لكي كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلق خيه ويبقى حاضر حاضرة النبي يقول يا سيدة عائشة أنا أحاضر معك إزاي؟ يا عائشة إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاخطة إذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني صاخطة وإذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية فحضور حضرة النبي مع السيدة عائشة راح تقالت له على طول إيه؟ قالت له والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك ده أنت بتبقى في قلبي فماش أعرف فوق ولذلك يا إيه اللي حاصل؟ أبدا يا رسول الله أنت ما بتغيبش عني الحضور يا سادة مش هيكلفنا كتير بس أقول لكم حاجة الحضور عايخلي حياتنا تستنير الحضور عايخلي حياتنا نشوفها بالألوان الحقيقية ألوان النعمة عايز حياتك تبقى مليانة نعمة خليك حاضر وإنت لو فقدت الحضور ما تسألش نفسك حياتك بتسترسب منك ليه؟ لأن أنت مش عايش عارف حيات عارف الحضور هو اللي بيعمل إيه؟ اللي بينقل الإنسان هذه النقلة اللي في قولي تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَاجْعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي الْنَّاسِ الحضور هو اللي بيخليك تمشي في الناس تدخل كوأ قلوبهم الحضور يا سيدي هو أحد أهم ما يتمتع به الناس اللي عندهم كارزم الحضور ده أهم وسيلة من وسائل التواصل مع الناس من أهم وسائل اللي عايشي مع الناس تفقد الحضور؟ هم عايشين في حتة وأنت عايش في حتة إزاي بقى نبقى عندنا حضور؟ تعالوا بقى ناخد شوية إجراءات كده وشوية حاجات نعملها عشان نبقى من أهل الحضور أول حاجة عشان تكون من أهل الحضور لازم تعرف أن أنت مش هتكون من أهل الحضور وحدك لازم تعرف أن الحضور الله سبحانه وتعالى هو الذي يحضرك فلازم طول الوقت تتدرب أنت طول الوقت على أنك أنت بجسدك بفكرك بكلامك بحركاتك محل مدد الله لو أنت مش مقتنع بدا مش هتكون من أهل الحضور ولا يمكن تكون من أهل الحضور ولزيك الحضور هو جزء من نعمة الوجود أن فيه ناس بيبقوا موجودين بس مش حضرين ولزيك الحضور عارف أنت زيك عارف أنت البركة مش البركة هي النعمة في النعمة هي النعمة في الرزق هي الزيادة في الرزق الحضور بقى هو الزيادة في الوجود أنت مش موجود بس أنت موجود وحاضر فيعني إيه موجود وحاضر فيه ناس كتيرة لما يبقوا موجودين يغيروا ويؤثروا في حياة فأنت عشان تبقى عندك حاسس بدا لازم تحس بإن وجودك من عندي مين فلازم تتمرن على الأقل خمس مرات في اليوم إن أنت تكون عارف إن أنت حاضر بين إيدين مولاك سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني تقول كده هو تقول كده عشان تحس بالحضور تحس بإن أنت في نعمة تحس إن ربنا حاضر نوره في لسانك حاضر نوره في تفكيرك لأن في ناس بيحبوا عايزين يبقوا من أهل الحضور ما يعرفوش فتقول إيه؟ تقف كده وقفات متعمدة تقف وقفات متعمدة في اليوم عشان تتضرب على إنك إنت عندك مدد تستطيع أن تبقى حاضر به مع زوجتك أول حاجة تقول إيه؟ اللهم إني أعلم أنك معي فيا من أنت معي أسألك أن تنور بصيرتي ومسمعي حتى أراك دائما معي اللهم إني أعلم أنك معي فأسألك أن تنور بصيرتي ومسمعي حتى أتيقن دائما أنك معي أشوف إن أنت معايا فلما أشوف إن أنت معايا لما أجي أقول والله أنا هتكلم بالكلمة دي فما خافش فأكون حاسس إن أنا هقولها ومش خايف لما ده أول إجراء لازم عمله طيب تاني إجراء لازم عمله هو إيه بقى شوية أشياء تتعلق بي أنا وأنا بتكلم مع زوجتي وهي بتتكلم وهي بتتكلم مع زوجها تعمل إيه؟ ببساطة خالص أرجوكم اتعودوا وصروا على أن أنتوا تبصوا في عينين بعض أرجوكم أنتوا قاعدين قربوا من بعض ولمسوا قدين بعض وما فيش مانع أن أنتوا تكونوا مقربين وزي ما رسول الله يعني أنا بقول إن فيه سنة مهجورة في إن الرجالة لما بيعودوا مع الستات والستات لما بيعودوا مع الرجالة لازم يكونوا في حالة احتواء هذا الافتراق وهذا الابتعاد بيخليه الناس مش حاسين بحضورهم فإذا لازم نعمل كده عايزين كمان نتعود إن احنا نتعود الحضور في الكلام فنتكلم بحضور وعنكمل كمان إجراءات الحضور وإزاي نبقى حاضرين وإزاي نبقى مع بعض دايما في نور رب العالمين ولكن هنكمل هذا الكلام ونتلقى أسئلتكم ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر